اشتركوا في القناة درس جديد بعنوان الضمائر البارزة والضمائر المستترة بداية لازم نعرف ايه معنى كلمة ضمير الضمير ده اسم معرفة يدل على متكلم او مخاطب او غائب يبقى الضمير اسم معرفة يدل على المتكلم او المخاطب او الغائب الضمائر عندنا تنقسم الى قسمين الضمائر تنقسم الى قسمين ضمائر بارزة وضمائر مستترة ضمائر بارزة وضمائر مستترة اه يعني ايه ضمير بارز ضمير بارز يعني ضمير ظاهر اي له وجود في النطق وفي الكتاب ضمير بارز يعني ضمير ظاهر اي له وجود في النطق وفي الكتاب الضمير البارز ده اما ان يكون بارزا منفصلا أو أن يكون بارزا متصلا الضمير البارز المنفصل يستقل بنفسه في النطق وفي الكتابة يستقل بنفسه في النطق وفي الكتابة ضمائر للمتكلم وضمائر للمخاطب وضمائر للغائب ضمائر المتكلم أنا ونحن ضمائر المتكلم أنا ونحن ضمائر المخاطب أنت أنت أنتما أنتم أنتن ضمائر الغائب هو وهي وهما وهم وهن ودائما بيكون في محل رفع دائما الضمير المنفصل البارز بيكون في محل رفع النوع الثاني الضمير البارز المتصل يتصل بالكلمة ولا يكتب مستقلا ولا ينطق مستقلا يبقى الضمير البارز المتصل يتصل بالكلمة لا يكتب مستقلا ولا ينطق مستقلا مثل ياء المتكلم ناء الفاعلين كاف الخطاب هاء الغيبة عندنا كمان تاء الفاعل نون النسوة ألف الإسنين وهو الجماعة ياء المخاطبة وهو يقع في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جرع في ضمائر رفع وفي ضمائر نصب وجرع النوع الثاني من الضمير الضمائر المستتر الضمير المستتر ليس له وجود في النطق ولا في الكتابة يعني مش بنطق ولا بكتبه ولكنه يفهم من معنى الكلام ودائما الضمير المستتر يقدر بعد الفاعل الضمير المستتر يقدر بعد الفاعل تعالوا مع بعض نشوف أمثلتنا على الدرس وشرحنا للدرس بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ درسنا الضمائر البارزة والضمائر المستترة بتعرفنا للضمير ايه هو الضمير؟ الضمير اسم معرفة يدل على المتكلم أو المخاطب أو الغائب يبقى الضمير اسم معرفة يدل على متكلم أو مخاطب أو غائب بعد كده ننتقل لأنواع الضمائر الضمائر تنقسم إلى قسمين ضمائر بارزة وضمائر مستترة ضمائر بارزة وضمائر مستترة اولا الضمائر البارزة الضمير البارز هو الضمير الذي له وجود في النطق أو في الكتابة الضمير البارز هو الضمير الذي له وجود في النطق أو في الكتابة وينقسم إلى قسمين يبقى الضمائر البارزة تنقسم إلى قسمين ضمائر منفصلة وضمائر متصلة الضمائر المنفصلة تنقسم إلى سلاسة أقسام ضمير متكلم ضمير مخاطب ضمير غائب نيجي الضمائر المتكلم ايه هي ضمائر المتكلم انا ونحن ضمائر المخاطب انت انت انتم انتم انت للمفرد المذكر انت للمفردة المؤنسة انتم للمثنة بنوعيه مثنة مذكر ومثنة مؤنس انتم جمع المذكر انتنا جمع المؤنس ضمائر الغائب هو مفرد مذكر هي مفرد مؤنس هما للمثنى بنوعيه هم لجمع المذكر وهنا لجمع المؤنس نأتي بعد كده للضمائر المتصلة وهي ضمائر الرف وضمائر النصب والجر نبدأ بضمائر الرف يبقى ضمائر متصلة تنقسم إلى قسمين ضمائر الرف وضمائر نصب وجر ضمائر الرف تألف فاعل نون النسوة والجماعة ناء الفاعلين ألف الاثنين ياء المخاطبة أما بالنسبة لضمائر النصب والجر ياء المتكلم كاف الخطاب ناء المتكلمين هاء الغيبة ثانيا الضمائر المستترة في ضمائر المتكلم في ضمائر للمخاطب في ضمائر للغائب بتقديرها أنا ونحن المتكلم للمخاطب أنت أو أنت للغائب هو وهي نشوف أولا الضمائر المنفصلة الضمائر المنفصلة ضمائر المتكلم أنا للمفرد المذكر أو المفرد المؤنس المفرد المؤنسة أنا تلميذ مكتهد أنا هنا ضمير متكلم للمفرد المذكر أنا تلميذة مكتهدة أنا هنا ضمير متكلم للمفرد المؤنسة الموقع الإعرابي للضميرين في محل رفع مبتدأ في محل رفع مبتدأ ضمير التاني نحن نستخدمه للمسنة بنوعيه وللجامع بنوعيه مسنة مذكر ومسنة مؤنس جامع مذكر وجامع مؤنس نشوف الأمثلة بتاعتنا نحن مصريان مسنة مذكر نحن مصريتان مسنة مؤنس نحن تلاميذ مكتهدون جامع مذكر نحن تلميذات مكتهدات جامع مؤنس ننتقل لضمائر المخاطب أنت مفرد مذكر أما أقول أنت طالب متفوق أنت دا ضمير مخاطب بيه المفرد المذكر أنت للمفردة المؤنسة أنت طالبة متفوق أنت بخاطب بيه المفرد المؤنس أنتما للمثنة بنوعيه مثنة مذكر ومثنة مؤنس أنتما طالبان متفوقان هنا استخدمت الضمير ها للمثنة المذكر لما أقول أنتما طالبتان متفوقتان استخدمت الضمير للمسنة المؤنس نيجي لأنتم باستخدمها لجمع المذكر أو باستخدمه لجمع المذكر الضمير أنتم باستخدمه لجمع المذكر أنتم طلاب متفوقون الضمير أنتم بخاطب بيه جمع المذكر أنتنا لجمع المؤنس نشوف مثال أنتم طالبات متفوقات كل الضمائر اللي عشرنا إليها دي وذكرناها في الأمثلة في محل رفع مبتدأ أنت أنت أنتما أنتم أنتم ضمير مبني في محل رفع مبتدأ ننتقل لضمائر الغائب هو للمفرد المذكر هي مفرد مؤنس هما للمسنى بنوعيه مسنى مؤنس ومسنى مذكر هم لجمع المذكر هن لجمع المؤنس هو مقتهد هو مقتهد عند الضمير هنا هو ضمير مبني في محل رفع مبتدأ هي مقتهدة برضو هي ضمير مبني في محل رفع مبتدأ هما مقتهدان أو هما مقتهدتان هنا مثنى مذكر وهنا مثنى مؤنس هم مقتهدون لجمع المذكر هم مقتهدون لجمع المذكر هن مقتهدات جمع مؤنس الضمير هنا هن لجمع المؤنس الموقع الاعرابي لكل الضمير اللي موجودة قدام مني ضمير مبني في محل رفع مبتدأ ضمير مبني في محل رفع مبتدأ نأتي لضمائر الرفع المتصرة وهي 6 ضمائر تا الفاعل نا الفاعلين ياء المخاطبة واو الجماعة نون النسوة الف الاسنين نشوف كده كتبت الدرس كتبت الدرس كتب دفع الماضي كتب دفع الماضي اتصل به تا الفاعل ونخلي بالنا ان الفاعل الماضي لما يتصل بتا الفاعل يبقى الفاعل الماضي ده مبني على السكون نعرف المعلومة دي الفاعل الماضي عند اتصاله بتا الفاعل يبقى الفاعل الماضي ده فاعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتا الفاعل وتا الفاعل هنا ضمير مبني في محل رفع فاعل ضمير مبني في محل رفع فاعل نيجي للضمير الثاني نا الفاعلين ذكرنا الدرس ذكرنا الدرس النا اللي هنا اللي هي نا الفاعلين نا الفاعلين برضو نا الفاعلين لما تتصل بالفعل الماضي لما الفاعل الماضي برضو مبني على السكون ونالفاعلين هنا ضمير مبني في محل رفع فاعل يا المخاطبة انت تفهمين الدرس انت تفهمين الدرس ضمير مبني في محل رفع فاعل ومن دماعة الطلاب فاهموا الدرس الطلاب فاهموا الدرس وهو الجماعة هنا في محل رفع فاعل ضمير مبني في محل رفع فاعل طب من شاطر يقول لي الفاعل الماضي لما يتصل بهو الجماعة يبقى فاعل الماضي مبني على ايه القاعدة بتقول ان الفاعل الماضي عند اتصاله بهو الجماعة يبنى على الضم يبقى فاهمه فاعل الماضي مبني يبقى فاهمه با فاعل الماضي يبنى على الضم ضمير مبني في محل رفع فاعل الطالبان كتبا الدرس الالف دي الاف الاثنين ضمير مبني في محل رفع فاعل نأتي لضمائر النصب والدر المتصلة وهي اربع ضمائر ناء المتكلمين هاء الغيبة ياء المتكلم كاف الخطاب نبدأ بناء المتكلمين كتابنا رائع كتاب دا اسمه ولا فاعل دا اسم اتصل بي ناء المتكلمين احنا اللي بنتكلم عن كتابنا تمام يبقى ناء الضمير دا موقع الاعرابي ضمير مبني في محل رفع مضاف اليه طب من الممكن ان الضمير اللي هو ناء المتكلمين يتصل بفاعل مثال على كده اعجب ناء الكتاب اعجب دا فاعل ماضي والناء ضمير ناء المتكلمين في الحالة دي اعراب الضمير ضمير مبني في محل جر اسف ضمير مبني في محل نصب مفعول به ضمير مبني في محل نصب مفعول به الضمير التاني ها الغيبة احمد كتابه نظيف الهادى عيدة على مين على مين على احمد على احمد ها اتصلت باسم تبقى ضمير مبني في محل جر مضاف اليه محمد محمد اعجبه الكتاب ها اتصلت بفعل يبقى ضمير مبني في محل نصب مفعول به ضمير التالت ياء المتكلم من الممكن ان هو يتصل باسم بابو هو المدرسة متطورة مدرسة اتلاسة الياء دي ياء المتكلم بتكلم عن مدرستي يبقى ضمير مبني في محل جر مضاف اليه اما اذا اتصلت ياء المتكلم بالفعل مثال على كده اعجبني شرح المدرس اعجبني شرح المدرس الياء دي ياء المتكلم ياء المتكلم عند اتصلها بالفعل هتبقى ضمير مبني في محل نصب مفعول به كاف الخطاب اجابتك صحيح ضمير بكلم واحد بقول له اجابتك صحيح بكلم الطالب بقول له اجابتك صحيح كاف اتصلت باسم يبقى على طول ضمير مبني في محل جر مضاف اليه اما عند ارتصالها بفعل اعجبك الكتاب هتبقى ضمير مبني في محل نصب مفعول به نأتي للضمائر المستتر وعرفنا الضمير المستتر وقلنا ان الضمير المستتر ليس له وجود في النطق ولا في الكتابة طب اما لحنا بنعرف الضمير المستتر ازاي يفهم من معنى الكلام يفهم من معنى الكلام ويقدر دائما الضمير المستتر بعد الفعل يقدر دائما نخلي بالنا اقول من الحتة يقدر دائما الضمير المستتر بعد الفعل نشوف كده الامثلة اللي قدامنا اكتب الدرس اكتب الدرس اكتب ده فعل مضارع من اللي بيكتب انا يبقى هنا الفعل مش موجود بس انا فهمت من الكلام طبعا لما في فعل يبقى لابد من وجود فاعل قام بهذا الفعل طب تقدير هذا الضمير ايه انا اكتبه انا الدرس زي ما احنا شايفين قدام مننا نعرف حقوق الجار نعرف حقوق الجار من اللي يعرف حقوق الجار نحن نعرف نحن يبقى الضمير المستتر هنا نحن في المثال اللي قبل منها انا اكتهد في المذاكرة اكتهد في المذاكرة من اللي بيكتهد في المذاكرة في المذاكرة انا يبقى الضمير المستتر هنا اللي بيقدر بعد الفعل تقديره انا اكتهده انا في المذاكرة الطالب يذاكره بجد فين الفعل اللي في الجملة يذاكر واحنا قلنا ان الضمير المستتر يقدر دائما بعد الفعل يعني بعد الفعل هنا فيه ضمير ها عيد على الطالب الطالب يذاكر هو ها بجد يبقى هو لي عيد على الطالب الطالب يذاكر هو بجد هي نشوف مثال الطالبة نجحت الطالبة نجحت فين الفعل نجحت فين الضمير اللي يقدر بعد الفعل هي يبقى الطالبة نجحت هي يبقى الضمير اللي ايجا بعد الفعل تقديره هي وبعد ما انتهينا من شرح درسنا الضمائر البارزة والضمائر المستترة يارب نكون فيهمنا الدرس كويس لو فيهمنا الدرس نعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة بتاعتنا ونزور صفحتنا على الفيسبوك صفحة السكولة وياريتني شارك كل فيديوهاتنا التعليمية مع كل اصدقائنا عشان الكل يستفيد من دروس اللغة العربية مع السكولة اشوفكم على خير في درس جديد معاكم مستر فاروق صالح مدرسة المشير الاعدادية بنات